تعالى ندخل بقى على نظام الشحن وده نظام متميز جدا في لوسيد اير لو انت شايف كده ده تمام الجزء الخاص بالشاحن شايف عند السواء على تمام ايدك اليسار كده عند العجلة اليمين تمام فانت هتلاحظ هنا ده منفز الشحن الباب ده بتفتح اوتوماتيك برضو تمام بالكبس على الشاشة التوتش وبتقفل برضو اوتوماتيك وبتركب الشاحن بتاعك طيب اصلا لوسيد بدأت كشركة بطاريات وهي بتساعد حاليا في تشغيل اكثر السيارات الموجودة في السباق تمام في العالم وكان ليها دور كبير جدا في السباقات العالمية زي فورمليا تمام من خلال نظام الشاحن وندر بوكس تمام الخاص باللوسيد اير وبالتالي لوسيد متميزة جدا في موضوع الشاحن زي ما قلنا ممكن تديلك ربع ساعة ربع ساعة يديلك 400 كيلو متر تقريبا اكتر من 900 فولت فائق السرعة ده نظام الشاحن الخاص بالسيارات اللوسيد سنائية الاتجاه يعني انا اقدر اشحن السيارة من الكهرباء واقدر كمان اشغل البيت عندي لو قطعت الكهرباء من السيارة يعني انا اقدر اغزي بيتي كله من السيارة واقدر استخدها وبالتالي سنائية الاتجاه او بيسموها توي او باي ديريكشنال وده مهم جدا يعني احنا دلوقتي نتكلم عن الشحن في السيارات اللوسيد اير تعال انا استكشف عملية الشحن بتكون عملية الشحن من خلال الشواحن الخاصة باللوسيد نفسها تمام عشان اتأكد من جودة الشحن وجودة الاتصال بين شاحن لوسيد والسيارة اللوسيد اير بتاعتي انا هنا بشوف اهو شوف الشاحن وادي الكنكتور بتاعي او توصيله واصله لي شاحن السيارة او منفذ الشحن طبعا الشاحن ده اللي هو اندربوكس ده بيصنع المعجزات لانه شاحن تمام سيارة لوسيد اير مدمج تمام شاحن ببطاريات رائعة بكل المقييس الجهود بتاعتها بتصل الى اكتر من 900 فولت واسرع نظام شاحن سيارة كهربية متوفر بيشحن 400 كم تقريبا في الربع ساعة تمام ده بيشحن 400 كم تقريبا في ربع ساعة متوفق مع كل محطات الشحن العامة تقريبا وسيتم تزويده قريبا بامكانات الشحن سنائي الاتجاه ده في الشاحن واندربوكس تمام هيبقى متوفر في جميع محطات الشحن العامة تمام ويمكنه دي حتة مهم يتعرف على سيارتك وضبط الجهد الداخلي وزيادة الجهد من اجل الشحن باسرع ما يمكن يعني واندربوكس يقدر يتعرف على نوع سيارتك تقائي ويزبط الجهد الداخل للسيارة تمام ويزبط الامبيرات المسحوبة بناء على نوع سيارتك زي ما انت شايف كده اهو بتركب السيارة اللوسيد مع الشاحن بتاعها بيديلك طبعا على الموبايل ابليكيشن تقدر تشوف حالة الشحن وتقدر تشوف طبعا محطات الشحن والجدول هيبقى موجود عندك على الابليكيشن محطات الشحن اللي موجودة في السعودية ان شاء الله ويه مربوطة وموجودة فين تمام ما تقلقش خالص لاني تمام الشحنة الواحدة بتقدر تخليك تمشي تقريبا تقولونه 100 كيلو ومعدل الشحن فائق السرعة في محطات الشحن العامة طبعا هيبقى محطات اللي هي الفاست شارجر اللي هي المتافق مع اي شاحن تيار مستمر اللي هو سيسي اس زي ما شوفنا في محاضرات الشواحن الخاصة بسيارة الكهربائية في المنزل تمام تقدر تشحن سيارتك ولو قطعت الكهرباء زي ما قلنا تقدر تغذي بيتك كله من السيارة لو قطعت الكهرباء وبالتالي ده احنا بنسميه فيكلتو جريد انا اقدر اوصل كمان الكهرباء من السيارة للشبكة او اغذي البيت عندي تمام بتصل الى تدفق طاقة سنائي الاتجاه بيصل 19.2 كيلو وات لو انت شفت ان شاء الله ده بيت الاحلام هيكون فيه سيارة لوسيد اير وموجود معاها الشاحن والسيارة اصلا ما بتشحنش من شركة الكهرباء لقد بتاخد الكهرباء بتاعتها من الطاقة الشمسية تمام وبننور البيت وكل شيء من الطاقة الشمسية طبعا بيبقى كل شيء موضح طريقة الشحن والشحن بيتم ازاي من خلال الموبايل ابليكيشن لو انت شايفه هو لوسيد اير بيديلك شحنة كام تمام والشحنة دي تمشيك كام كيلو وهكذا حسب التطبيق وده بيوضحه عن طريق توضيح طريقة الشحن تمام تطبيق لوسيد كمان بتقدر تجدول موعيد الشحن يعني انت بتبقى مركب الشاحن وتقول الله انا عايز اشحم من الساعة سبعة مثلا بالليل لحد الساعة عشر اثلاث ساعات يمكنك جدولة موعيد الشحن وتحديد متى يبدأ الشحن ومتى يتوقف تمام في ممكن الاعتبارات دي او لو قد بتراعي فيها الاعتبارات البقية ومراقبة تقدم الشحن يوجد مخارج للشحن الانيق بالقرب من مقدمة السيارة لسهول الوصول اليه ويمتلك نظام اضاءة لتوضيح اهو في نظام اضاءة عشان يوضح لك فين الشاحن اهو للمبات البيان دي وده قريب من الجزء اليسار من السيارة وده مهم جدا يبقى احنا هنا كنا بنتكلم عن التصميم وبعد كده اتكلمنا على الاداء وبعد كده اتكلمنا على الاتصال وبعدين اتكلمنا عن الشحن الخاص بالسيارات اللوسيد اشتركوا في القناة